ونهاردة الحياة كان فيه توقيعات هامة جدا على هامش المؤتمر المناخ نهاردة تم توقيع 9 عقود لإنتاج الوقود الأخضر بتكلفة استثمارية بلغت أو وصلت 83 مليار دولار على 83 مليار دولار دول مجمل 9 عقود من شركات مختلفة شركات نرويجية، إماراتية، مصرية، فرنسية، سعودية، فرنسية، توتال، هندية، أسترالية يعني عدد كبير من الشركات طيب هو إيه جماعة التكلفة الاستثمارية عشان بنسمع رقم كبير جدا التكلفة الاستثمارية دي هي قيمة كل المشروع بمعنى إيه؟ بمعنى هي قيمة الأرض، هي قيمة الماكينات، هي قيمة الجزء الأولاني اللي هو التحضير، اللي هو فيه للسعود وفيه محامين ودراسات جدوى وده بيكلف ناس مسافرة وناس راجعة، ده بيبقى جوة تكلفة بيبقى فيه جزء من الضخ، ضخ الأموال يعني هنا مقدرش أقول إن 83 مليار دول كلهم استثمار مباشر لا، الجزء الاستثمار المباشر بيبقى حوالي من 20% من هذه القيمة وده طبقاً لتصريح أحد يعني القائمين على هذه الشركات والباقي بيبقى جزء بقى من قيمة الأرض القروض اللي بتتاخذ باسم الشركة من الشركاء التنمية اللي هم المؤسسات الدولية والصناديق فإذن هذه هي ما يسمى بالقيمة الاستثمارية أو التكلفة الاستثمارية للمشاريع كل ده أين سينفذ؟ سينفذ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحديداً في العين السوخنان